كيف تبدو الصورة لديك من حيث الأرقام والإجراءات المتخذة نعم أعلنت السلطات الصحية التونسية عن تسجيل ما يناهز 2300 إصابة جديدة بكوفيد-19 مع 43 حالة وفاة طبعا هذه الأرقام تثير ليس فقط مخاوف الطبقات الشعبية وإنما أيضا السلطات الصحية والسياسية في البلاد هناك بعض الكواليس التي تشير إلى فرضية أن تتجه تونس إلى أعلان حظر التجوال الليلي بدءا من يوم غد بحسب تصريحات والي محافظ تونس العاصمة شيدلي بوعلاك أيضا من جهة أخرى يبدو أن هذا الفيروس قد أصاب أيضا حتى عدد من نواب البرلمان والسياسيين منذ قليل أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري عن إصابتها بهذا الفيروس كما تم الإعلان عن إصابة نائبين بالبرلمان التونسي وبعض الموظفين كذلك يعني في البرلمان وبالتالي فإن المؤشرات يبدو أنها تذهب في اتجاه خطير يبدو أن تونس برغم كل الأجراءات الاستثنائية التي اتخذتها إلا أن الأرقام في ارتفاع فيما يتعلق بانتشار هذا الفيروس لا حديث عن ربما غلق المقاهي والمطاعم أو ما شابه لا حديث عن تعليق الدروس لكن يجب بحسب بعض الأصوات من السلطات الصحية أن تتخذ تونس إجراءات أكثر حزم خاصة فيما يتعلق بحذر التجوال الذي قد تتخذ تونس في الساعات المقبلة كقرار حكومي